في الأولمبياد نروح لنادي الزمالك العظيم اللي عنده مباراة مهمة النهاردة أمام المقاولين العرب والمباراة بتكمن في موقف المقاولين أو بتكمن صعوبتها في موقف المقاولون العرب الصعب والمعقد جدا نفس الشعار ونفس الخطة بنقوله جزيجو ماز سد ودنك كمل زي ما انت بندخل اللقاء لمنح فرصة جديدة للناشئين وانا عارف ان الكلمة دي بتضايق بعض الناس ولكن هو ده النجاح الراجل بيعمل جيل جديد للكرة المصرية والنادي الزمالك لعيبة ان شاء الله لو كل فرقة في الدوري طلعت 2-3 ناشئين اعتقد هيكون فيه تغيير كبير في معدل الأعمار لمنتخبنا اولا عايزين طبعا ندفع بناشئين عايزين نطمن على حالة البودلاء وعايزين نريح اللعيبة الاساسيين وده لسان حال جميز كمان من الاسباب المهمة ان جميز يحط ايده اكتر واكتر على نواقص الفرقة وده طبعا اتجاه مهم وهو الاهم في الفترة الحالية لكن من الاتجاهات المهمة الاخرى برضو ان احنا نحقق الفوز نادي الزمالك لما بيدخل اي مباراة بيبقى قدامه حلين اما الفوز او الفوز ونحط ادينا على ثلاث نقاط جديدة في مشوارنا في بطولة الدوري المصري الممتاز وناخد خطوة كمان للامام في جدول الترتيب والحقيقة في حاجات مهمة اوي عايز اتكلم مع حضراتكم فيها بتخص فريق كرة القدم وركز معايا عشان انا لما باجي اتكلم في ملف معين بيخص مجلس الادارة ده بيكون نتاج عمل وفترة معينة طيب على مدار السنوات اللي فاتت كنت بتشوف كل شوية تصريحات وازمات وقصص الدنيا اختلفت ليه الدنيا اختلفت الدنيا اختلفت لان كل واحد بقى عارف ايه اللي لي و ايه اللي عليه اي عمل مؤسسي وعلى فكرة ده نادي الزمالك يا جماعة احنا لما بنتكلم عن نادي فاحنا بنتكلم على واحد من اكبر الاندية في الوطن العربي وافريقي طيب لما دلوقتي كل واحد بيبقى عارف ايه اللي لي و ايه اللي عليه والتزاماته لما تشوف ان انت فعلا بتمر بتحدي ما بحبش كلمة ازمة او استخدم كلام سلبي بتعدي بتمر بتحدي والفترة اللي انت بتعدي فيها بتحدي دي وعمال بتدفع في غرامات وبتطفي في حرايق مش بتاعتك تمام انت بتلبي احتياجات كتير جدا داخل نادي الزمالك بتسد جزء كبير من مستحقات لعيب نادي الزمالك مكافئات الفوز بتاعت الكونفدرالية مكافئات مباراة بروكسي بالاضافة لجزء لقطاع النشئين والعاب الصلاة وايضا اتحاد او اتحادات العاب الصلاة الحمد لله تم سد مبلغ كبير اولا هنا انا عايز اشكر مجلس الادارة مش بس على ان هو بيسد مستحقات اللعيبة وبيعدي بنادي الزمالك منعطف او بتحدي كبير جدا هو الاعتبر الاصعب في تاريخ نادي الزمالك لا انا عايز اشكرهم على المهنية والاحترافية والشياكة اللي بيتعاملوا بيها مع اللعيبة ومع كل الناس فاتحين باب النادي للكل ومع ذلك المستحقات بتتصرف على فترات ولكن ما تلاقيش لعيب بيشتكي ما تلاقيش اخبار الزمالك اي حد بيتكلم فيها ما تلاقيش اي لعيب عنده مشكلة حتى دوارد على فكرة اي منظمة فيها مشاكل ولكن الدنيا مقفولة وملمومة في لغة حوار ما تلاقيش لعيب حتى في عز ما فيه تحديات بيأثر في الملعب ما تلاقيش لعيب بيتمرض وليقولك انا مش نازل التمرين او مش هلعب او مش هجدد لا يا فندم القصة مختلفة تماما بالرغم من الظروف الصعبة اللي بيعيشها النادي بسبب الغرامات الرهيبة اللي اتدفعت واللي لسه بتدفع ما شفتش لعب ولا زعل ولا تكلم ولا لأي حاجة وهنا بأكد ان ده مدلول او اندكيتر على الثقة الكبيرة من اللعيبة لمجلس الادارة هم شايفين ظروف النادي على فكرة ومقدرين الوضع الحالي وعندهم ثقة ويقين في المولى عز وجل وفي مجلس الادارة انه يقدر يتصرف والناس شغالين وكل شايف كل شايف ان المجلس ده ان شاء الله هيعمل حاجات كتير جيدة جدا لنادي الزمالك وزي ما بقول لحضراتكم هي معلومة مؤكدة الكابتن حسين لبيب بالاتفاق مع جوزي جوميز رئيس الجهاز الفني او اللي بيتولى المهام الفنية لنادي الزمالك اتفقوا على منح الفرصة لللعبين الناشئين وجوميز الموضوع مش جديد عليه مجربوا وعملوا في اسبانيا مع المريا وعملوا في فرقة كتير والرجل في الحقيقة اثبت فيه نجاح وكفاءة شديدة جدا وزي ما شفنا في اوقات كتير لعيبة شباب بتطلع لسه هنشوف لعيبة شباب بتطلع واللي ينتقد هو حر ولكن نادي الزمالك ماشي ببلان وفيه فيجن وزي ما شفنا الفترات الاخيرة او على غرار جيزوالد وفيريرا لما طلع ناشئين وخدتين دوري واللعيبة اللي طلعت اعاراته واللعيبة اللي النادي استفاد منها على النواحي الفنية وفيه قصة درجة كده او بتحصل ان انت اللعيبة بتوعك يطلعوا برا يكسروا الدنيا وترجع تشتريهم بملايين علشان كده هنا ضرورة منح الفرصة للناشئين هم هم نفس اللعيبة اللي انت بتشتريهم هم هم نفس اللعيبة اللي بيسبوهم فده الجديد نادي الزمالك لو التجربة دي اتعممت على كل فرق الدوري والله دي في مصلحة الكرة المصرية ان كل فرقة تبقى بتطلع 3-4 ناشئين على فكرة فيه امدية بتعمل كده بالفعل بس مش الكل ان اتمنى ان التجربة تكون على الجميع وده اللي اشتكى منه المدير الفني المنتخبنا بالمناسبة ان هو عنده مشكلة ان ما فيش عناصر جديدة وما فيش مواهب جديدة بتطلع طيب علشان كده كان فيه تشديد على ضرورة منح الفرصة للناشئين والمشاركة في الفترات القادمة هنشوف لعيبة ناشئين كتير هنشوف لعيبة شباب مدرسة الفن والهندسة بتفتح فصول جديدة كل شوية وبتخرج مواهب على اعلى مستوى ان شاء الله نتمنى النهاردة التوفيق لفرقتنا امام نادي المقولين العرب ان شاء الله نقدم اداء ونتيجة طليق باسم وتاريخ نادي الزمالك